محطتنا التالية مع أخبار الجمعية الفلكية السورية حيث يعقد أو يعقد في جامعة حلب بمعهد التراث العلمي العربي المؤتمر الخامس والثلاثون لتاريخ العلوم عند العرب المؤتمر لإحياء لذكرى العالم العربي موسى بن شاكر وأولاده يلي كان ننظر كتير كبير بمسيرة التطور والحضارة في 23 إلى 25 تشرين الثاني من هذا العام لإهمية هذا المؤتمر وخاصة على الصعيد الدولي حيث تعتبر هذه المؤتمرات المعهد مرجع للأبحاث والمعلومات ولحتى نحكي أكثر عن هذا الحديث والموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور محمد العصيري رئيس الجمعية الفلكية السورية صباح الخير صباح الخير يا إيسا صباحك صباح الخير سالي صباحكم أهلا وسهلا فيكم هلا فيك نيسا صباحك دكتور يعني حطنا هيك شوي بأجواء المؤتمر 35 لتاريخ العلوم يمكن فيه هيك شغلات مميزة تمام كثير هذا المؤتمر مهم اليوم نحنا تراثنا هو بصراحة هو كمزي اللي نحنا على أساسه بنبني مستقبلنا على أساسه منطول العلوم المعرفة اليوم نحنا بحرم جامعة حلب بمعهر التراث العلمي العربي بحلب المؤتمر 35 معهر التراث العلمي العربي بحلب هو مركز حضاري علمي كثير مهم لأنه عم ينشر الأبحاث وتاريخ علوم العرب العرب كان لهم تاريخ كثير كبير بمجال العلوم والمعرفة هذا التاريخ قضاء مسيرة الحضارة اعتمدت كثير الحضارات الغربية على ما أنتجه العلماء العرب والمسلمين المعهر التراث العلمي بحلب دائما بيعمل مؤتمرات ذات صبغة عالمية ودولية وذات صبغة علمية وثيقة ينشر من خلال أبحاث يعني تخيلي تاليولية اليوم عنا أكثر من 40 بحث موثق 40 بحث 40 ورقة علمية ل40 باحث سوري من كافة أنحاء المحافظات السورية توثق عمل أجدادنا العرب لنبني عليها للمستقبل نحن عم نحاول نحافظ ونوثق ونحقق التراث الفلكي العلمي العربي عند علماء نبي نطور عليه ونبني عليه ولنوصر رسالة رسالة مفادة أنه كانت الحضارات من بلدنا الحضارات انطلقت من بلدنا إلى كل دول العالم هاي الحضارة هاي المعرفة هاي العلومي اللي انطلقت من بلدنا لازم نحافظ عليها في ظل خلينا نقول معركة ثقافية تدور روحاها في أورق الأبحاث العلمية اللي لغي والمسح التراث العلمي العربي نحن اليوم عم نحاول ندافع على تراثنا على تاريخنا على معلوماتنا على علمنا اليوم سنري وليا فعلا أجواء علمية كتير كتير حلوة أد ما قلت لكم نحن فخورين بالعلماء الموجودين بمعهد التراث العلمي العربي بحلب فخورين بالمعهد بعمادة المعهد بالعاملين بالمعهد بحبا للألم وشغفا للألم فعلا اليوم نحن كثير هيك حسينا بفخر ببلدنا كيف تنتج علماء وأبحاث نعم يعني دكتور خلينا نحكي أكتر ذكرنا بالمقدمة أنه تكمن أهمية المؤتمر على الصعيد الدولي حيث يعتبر من المؤتمرات والمعهد ومرجع للأبحاث والمعلومات خلينا نحكي على أي أساس بيعتمد هذا المؤتمر ومن الحضور يلي كانوا موجودين والمشاركات كيف كانت ومن أي اختصاصات أيضا أول شيء المعهد لماذا هذا 35 مؤتمر السبب أنه كل عام معهد التراث العلمية العربية بحلب بيقوم بإعلان عن مؤتمر تخليدا بذكرى أحد علمائنا العرب بيكون معظم الأبراخ البحث تسلط الطوء على هذا العالم تحقق في مخطوطاته في كتبه اليوم كان مؤتمرنا عن موسى بن شاكر وأولاده هذه العائلة الفلكية التي ألفت كتاب الحيل والتي ألفت التراث كبير من الأدوات الفلكية والميكانيك الأجهزة الميكانيكية التي لم تكن تعرف في أي مكان بالعالم كان أولاد موسى بن شاكر يؤسسون لها لعلم الميكانيك طبعا الحضور من طلاب الماجستير والدكتوراه الذين يحضرون أبحاثهم في مجال العلوم بشكل عام والتراث بشكل خاص بالإضافة إلى دكاثر الجامعات مؤسسات الجهات الحكومية مثل هيئة الطاقة الزرية جامعية الفلكية السورية جامعة مشق جامعة تشرين مجموعة من الآثار والمتاحف مجموعة كبيرة من العلماء والباحثين يلي بيهتموا بموضوع التراث وبيهتموا بموضوع الإرث الحضاري إضافة إلى هذا الشيء كانت الدعوة عامة يعني حتى عم نلمس وجود بعض الشباب والشابات الطلاب العاديين يلي مهتمين يسمعوا عن أجدادهم وعن تاريخ أجدادهم وشو أقدموا أجدادهم يعني نحن كتير بحاجة أن نسلط الضوء على تراثنا وعلى تاريخ أمجادنا لحتى يكون دافع ألنا للمستقبل لنبني بلدنا بشكل مدروس على أساس ما تركوا أجدادنا من تراث طبعا كل شيء ينشر بالمؤتمر تعتبر أوراق بحثية وبالتالي تأخذ الاعتراف الدولي وهذا ما يصنق المؤتمر كمؤتمر دولي أي أن الأبحاث التي تلقى في معهد التراث العلمية العربي بحلب في هذا المؤتمر تعتبر أوراق علمية يستطيع الباحث من خلاله أن ينشر ورقة العلمية في أي مجلة علمية محكمة بالإضافة لأنها ورقة مرشعية للرجوع إليها في أي رسالة ماجستير أو دكتورالي طلابنا يلي حكونوا همين عماد المستقبل إذن هون تكمن أهمية المستقبل وخاصة تاليولايا إذا نظرنا إلى المؤتمرات العلمية التي بدأت حديثا اليوم نحن نحن 35 مؤتمر بحلب اليوم نحن نحن نحكي على المؤتمر الرابع بأحدى الدول فإذا 35 مقارنة بأربع مؤتمرات هذا التاريخ كبير نلاحظ أنه في المؤتمرات الخارجية خارج سوريا دائما يشار إلى مؤتمر تاريخ العلوم عند العرب في سوريا يعني هذا المؤتمر أصبح قسمة سورية واضحة على المستوى العربي والإسلامي نعم يعني دكتور يمكن شرحت أهم ما جاء في المؤتمر وخاصة يعني نحن هلأ في خلينا نقول مثل طور هيك تطوير الجمعية الفلكية السورية وهيك مؤتمرات نحن بحاجة لألة بهذا الوقت خبرنا أيضا يعني مشاركتكم كجمعية كيف كان إلى الدور وخاصة الجمعية الفلكية السورية هي من أهم الجمعيات التي تعنى بالفلك وخاصة هلأ بهذا الوقت الحالي مع تغيرات الفلك والمناغ الآن نحن مشاركتنا أخذت طادع مميز نسبيا لأنه نحن حاولنا نصلط الضوء على ظواهر فلكية منطعة يعني نحن اليوم ورقة عملنا كانت هل ظهر الشفق القطبي في الحلب نحن ندرس موضوع الأورورا الشفق القطبي يلي بتسابق العالم لمشاهدته بالقطبين وهنيك فنادة وهنيك منتجعات سياحية وهي اسم سياحة فلكية لمراقبة الشفق القطبي هاي الألوان الجميلة اللي تظهر في السماء نتيجة احتكاك الرياح الشمسية بالحقل المغناطيسي للأرض اليوم نحن بجمعية الفلكية السورية إحدى أوراق عملنا كانت دراسة تاريخ علوم العرب ودراسة التوثيق الذي جرى في حلب عن مشاهدة أطواء في سماء حلب إذا ثبتت هذه الدراسة أي أن هناك انفجار حصل على سطح الشمس فيما مضى من حاول ناخد تاريخ ذلك الانفجار من حاول نسخده على واقعنا اليوم منقدر نصل لنتيجة هل ياثر الشمس مقبلة على انفجار شديد وبالتالي هل نحن الحرارة هي اللي عم نعاني منها من احتباس حراري وتغيرات مناخية المرتبطة بغاز ثاني وكسيد الكربون أيضا الشمس لها دور في ذلك ونحن مهددين بانفجار على سطح الشمس إذا نحن ربطنا حاولنا نربط التراث الماضي بالواقع الحالي بالعصر الحديث ورقتنا الثانية كانت على أولاد موسى بن شاكر ودورهم السلكي وعلاقتهم بوضع كتاب الزياج حول حركة الكواكب والنجوم ودراستهم لك حركة الكواكب والنجوم ورقتنا الثالثة كانت عن موضوع مهم جدا يلي هو بيت الحكمة هذا البيت هذا الجامعة في ذلك العصر عصر الخليطة المأمون الذي جمعت من كل أخطاب العالم العلماء والباحثين حاولنا نسلط الضوء عليه لنقول أنه أيضا في بلادنا كانت أولى الجامعات أولى المراكز البحثية أولى محطات رفض الفلكي أولى الأمور التي تدرس فيها العلوم بشكل عام فنحن كان لدينا ثلاثة جهات بالإضافة لهذا الشيء نحن حاولنا كجمعية فلكية سورية خارج أعمال المؤتمر أن يكون لنا جولة في حلب محاضرات متنقلة في حلب ليالي رفض الفلكية والذات اللي عم نشوف السماء صافية والجو الرضيف نسبيا كأنه يجي على الصيف نسبيا فنحاول نقوم بعمل ليالي رفض الفلكية نرصد النجوم والكواكب وخاصة مثل ما تلقون سألوا لي أننا الآن في نهاية هطل الشهابي هو هطل الشهابي الأسديات نسبة لكوكب الأسد فمن الممتع جدا مشاهدته وكان هذا العام مشاهدة هذا الهطل الشهابي في محفظة حلب اللي لاحظته هو العدد الكبير من المشاركين الناس المهتمة بهذا العلم في حلب فعلا هناك اهتمام شعبي كبير بعلوم الفضاء والفلك وبفعل هذا يعود يعني فعلا لدور الإعلامي اللي عم يسلط الضوء على أهم وآخر الإنجازات والأبحاث العلمية بشكل عام والفلكية بشكل خاص نعم لكن خلينا دكتور محمد من بعد المؤتمر اليوم شو هي مشاريع الجمعية وخاصة نحن مع نهاية عام 2021 العام القادم شو بيخبي للجمعية وشو هي التحضيرات المقبلة وشفنا بهذا العام كان لكم عمل كتير مهم على الأرض رح يكون في تطورات ورح يكون في استكمال للعمل الماضي؟ مية بالمية لأيا أكيد دائما نحن في جعبتنا الكثير يعني هلا حاليا نحن إذا بدي يحاول بشر أهالي حلب أنه نحن اليوم عم نخطط لبناء المرصد الفلكي الثاني بعد دمشق أن يكون في حلب عم نخطط لبناء مرصد زرنا أكثر من الموقع حنحدد موقع مناسب لمرصد فلكي متكامل متطور في محافظة حلب يكون مفتوح أبوابه كالعادل العامة لكل أهالي حلب يرصد زواهر الفلكية تليسكوب متطور يكون من نوعية جيدة أيضا نحن العام القادم نحن مقبلين على موضوعين موضوعين له علاقة بالاتحاد الدولي الفلكي وهي إطلاق اسم مجارة الصوفي بدلا من اسم مجارة الأندروميدا هذه المجارة التي اكتشفها العالم الصوفي وهو من العلماء العرب نسعى الآن مع الاتحاد الدولي للفلك أن نسمي مجارة الصوفي بدلا من مجارة الأندروميدا إضافة إلى الشيء نحن نحاول أيضا يكون لنا دور أكبر بدراسة موضوع نسبة غاز ثاني اوكسيد الكربون في بلدنا هنا التحضيرات طبعا لبداية عام 2022 نحاول نشوف مدى تأثير غاز ثاني اوكسيد الكربون فوق سماء بلدنا يا ترى هل نحن من الدول ذات الانبعاثات الأكثر هل هنا خطورة على مستقبل الحرارة في بلدنا أم مثل ما هو المتوقع والدراسات الآن تشير أنه نسبة غاز ثاني اوكسيد في بلدنا هي نسبة مقبولة نسبيا نعم أعلى من الحد الطبيعي لكن مو مثل باقي دول العالم مثلا المكسيك أو البرازيل أو الصين أو أمريكا أو روسيا لارتفاعات كثير هائلة لأننا الوضع مقبول نسبيا يعني اليوم سالي لايا عم ندرس لحالة المناخية بشكل عام لعدة دول بالعالم وعم نشوف هالاختلافات المناخية بالدول عم ننظر لفصل الشتاء ببعض الدول اللي بدأ عندها فصل الشتاء عم نلاحظ كيف تغير فصل الشتاء وعم نعكس هذا الشيء على بلدنا يعني لاحظوا سالي ولايا نحن هلا صلنا بآخر تشرين الثاني وحننبلش بكانون الأول وما زالت نسبة الأنظار قليلة جدا الجو مائل للبلود الصحيح لكن مو هي درجة الحرارة المتوقعة في هذه الفترات من كل عام وبالتالي هناك تغيرات في درجات الحرارة أنا سبب أقول لكم سالي ولايا هنلاحظ كيف الصيف رح يمت أزرعه ويتخلل بخلال فصل الشتاء هذا الشيء عم يثبت من خلال الدراسات والأبحاث اليوم يعني نحن دائما عم نحاول يكون إلنا بصمة فيها يعني بصمة علمية بصمة عالمية يكون إلنا دور بتطوير العلم ببلدنا ونشر مفهوم الفلكية على كل الأصعاد وكل المجتمعات إذن في مخططات كثير قدامنا لعام 2022 نحن دخلنا لإتحال الدولي الفلك لنقول أننا نسترفقى ونطور أعمالنا وهذا الشيء اللي عم نشتغل عليه نعم أكيدا نحن نتشكرك دكتور وناطرينك عنا بالستوديو لحتى نحكي بشكل موسع أكتر يسعد صباحك وشكرا لأنك كنت معنا سألي وليا أي سعد صباحكم صباح الخير كل المستمعين ومشاهدين الكرام شكرا لك دكتور محمد العصيري رئيس الجمعية الفلكية السورية